اسمه الرحمن الرحيم لغة فرنسية سنة التالية التفتدائي نأخذ الصفحة رقم 133 133 133 نأخذ الصفحة عندنا سيكس بريمي طبعا من حيث الفعل أنه يعني عبر عن نفسه لكن كعنوان يأتي بمعنى التعبير ماذا يقولونهم من أجل التقييم ومن أجل التتمين من أجل أن يحددوا قيمة ومن أجل أن يحددوا ثمانا طبعا افاليوية ومن على فالو يعني القيمة أبريسية ومنها كلمة لبخي يعني التمن لبخي التمن ماذا يقولونهم من أجل أن يحددوا قيمة ومن أجل أن يحددوا ثمانا ماذا يقولونهم من أجل التقييم ومن أجل التتمين إذاً نقل للم أجل التقييم كم تقول الزبونة لكي تحدد تمانا وتحدد قيمة يمكن ان تقول مثلا كم هي قيمة الفستال الوردي كم هي قيمة هذا الفستال الوردي يقول مثل البائع سان بخي ادو تخوصون ديرام اذا تمانوه هو ثلاثمائة ديرام اذا فتقول مثلا كم يساكوت وهذا الفستال الابيض كم يساكوت كم هو تمانوه يقول مثلا 200 ديرام يقول مثلا كم يد koşم يد displayed سان بخي ادو تخوصون ديرام سان بخي ادو تخوصون ديرام اذا فتقول كل هم يد翻 في ذnas سا كوت دو صنديرم نو پسو الى دوزيام اماج كُو ديستيل پور اپرسي ايوالي كُو ديستيل پور اپرسي ايوالي كُو ديستيل پور اپرسي ايوالي ماد يقولون من أجل ان يحددو قيمة شئ أو يحددو تمان شئ ينو مكال قول متلن كم بي أخو سيبتة پا وشوكولة كم تساوي ها الكعكات الصغيرة بالشوكولاتة كم بي أخو سيبتة پا وشوكولة كم قيمة الكعكات الصغيرة بالشوكولاتة يقول البائع مثلا سا كوت دو ديستيل شاكا قيمتها ديرها مال لكل واحدة سا كوت دو ديستيل شاكا طبعا شاكا كم نقول لكل واحد لان بي تيستيل كلمة مذكرة طبعا في المؤنت نقول شاكين شاكين لكل واحدة شاكين كم نقول لكل واحدة سا كوت ديستيل شاكا إذن قيمتها ديستيل لكل واحدة ثم يقول طيفلان كم يقول طيفلان ثم يقول طيفلان ثم يقولين كميه ك 매�ما يحصل؟ ثم يحصل إليلا شاء أبري نتلقى التلقى نتلقى التلقى كدس طيال علينا الأعباء كدس طيال فما يقولون من أجل تحديد قيمة قيمة لعبة ومن أجل تتمين ومن أجل تحديد ومن أجل تحديد تامن كدس طيال تحديد يمكن أن نقول مثلا كم يكون ستبتت بوبي؟ كم هي قيمة هذه الدمية الصغيرة؟ يقول مثلا كمية ستبتت بوبي؟ كم يكون ستبتت بوبي؟ كمية ستبتت بوبي؟ كمية ستبتت بوبي؟ كمية ستبتت بوبي؟ يقول مثلا ستبت 60 درم سا قوت سوست ديرام سا قوت صوصان ديرام إذن قيماتو سيادون ديراما بعد ذلك我們 پکنون لكا ترهم إما هام نال دي دو پرسان قرره الو پرسان قرره لا در اهلوى لقره وادي دي وقتره نال ده دو پرسان قرره واديوى لقره واديوى لقره إذن نعين دان أشخصون يوريد ماريفت تامان سيارا كه ديال پور رفاولي ويقره كه ديال پور رفاولي ويقره ماذا يقول هو من أجل أن يحدد قيمة ومن أجل أن يحدد ثمانا إذن كودي تيل بوري فالوي إي أبريسي إذن ماذا يمكن أن يقول هو من أجل أن يحدد قيمة قيمة سيارة أو يحدد ثمان سيارة يمكن أن يقول مثلا كم بيكوت ست فوتور كم بيكوت ست فوتور كم تمن هات السيارة كم بيكوت ست فوتور كم هي قيمة السيارة إذًا يقول البائع بالأي سيارة تتحدثون عشما الزبعي تعرفت أمانها بالأي سيارة اللى Creator أك drop of a Mercedes أنا أتكلم عن هذه المرسيدس أنا أتحدث عن هذه السيارة مرسيدس إذًا بالأي سيارة الزبعين يقول ان describingúp المدرس بحت 100دره حيثه يكون 0100 012 or أيضا , بق40 درس قبل يقول الشبح تتكون ثم السيارة بق40 درس كم السيارة بق40 درس اذا سيارة البيان و irgendw attribute 100 درس لا يتكلم positive بق40 درس يعني言 Schloss مقصود ساكوت 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 ميل درام قيمتها 50 ألف درام 50 ألف جودون من افي يمكن ان تعني معنى اخر مثلا تعني اشعار طبعا كلمة AV ممكن أن نتعني معنى آخر ممكن أن نتعني إشعار مثلا نقول مثلا نتكلم عن إذا نتكلم عن إشعار بمباراة إشعار بمباراة لكن هنا نتحدث عن AV بمعنى أوبينيون يعني رأي لكن هنا نتحدث عن AV بمعنى رأي إذا جو دون منافي أنا أعطي رأي ici comme nous le voyons on a deux images comme nous le voyons on a deux images ici on a un jardin la première image représente un beau jardin et la deuxième image représente une plage comme nous le voyons où il y a des déchets où il y a de la pollution etc alors comme nous le voyons cette plage est polier الصورة الأولى تمثل كما نلاحظ حديقة جاملة الصورة التانية تمثل شاطئ ملوت حيث توجد هناك أزبل كما نلاحظ où il y a des déchets nous allons faire bien sûr une comparaison entre les deux images إذا سنقوم بمقارنة بين الصورتين nous allons faire une comparaison entre les deux images إذا سنقوم بمقارنة بين الصورتين أو bien nous comparons إذا نحن نقوم بمقارنة nous faisons une comparaison نقارن نقوم بمقارنة نقوم بمقارنة طبعا نعطنا للم verbe comparer نعطنا للم verbe comparer عندنا في القارنة نقوم بمقارنة 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 الهيئا معنا بيا جيدا كما لاحظنا في السورة الهيئا معنا تكلم عن العودة نتكلم عن الوفر بإمتتتنية ومنها ألنتخ Lorenz ينهي الإسلام المعالجه إذا نتكلم عن الهيئا معنا بيا C'est لدينا بلد وهذا يعطي قيمة مضافة قبل قليل تكلمنا عن يعني أنك تعطي قيمة أو تحدد قيمة وهذا يعطي قيمة مضافة إذن هذا يعطيه هذه القيمة زيدة كان ممكن ما تكون شهد القيمة المضافة لو أن هاد الناس مرتبوش نفسهم وقاموا بهذا الأعمال ثم دور المسؤولين طبعا لخطوا هاد العمل إذن يجب الحفاظ على هاد القيمة المضافة إذن إلي بان تخوتوني كما نقول هو جد معتنى به طبعا نتكلم عن كلمة جغدا كلمة جغدا هي كلمة مذكرة إذن طبعا سنقول هو معتنى به المقصود أن الحادقة معتنى بها وهذا يعطي قيمة مضافة للمكان طبعا للمقصود بالمكان لليه لليه عن المكان للمكان الذي فيه هو يتواجد نتكلم عن المكان الذي تتواجد فيه الحادقة طبعا فيما يخص الصورة الثانية فيما يخص الصورة الثانية إذن يمكننا القول مثلا صورة الثانية على أكس صورة الثانية التي تتواجد فيما يخص الصورة الثانية التي تتواجد فيه هو مجلن أو فادا ويخص الصورة الثانية ويخص الصورة الثانية الصورة الثانية تتواجد فيما يخص 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 الصورة الثانية نكتفي بعد القدر حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله